تحتضن مدرسة الهداية الخليفية مساء السبت حفل انطلاق مهرجان تاء الشباب في نسخته الثامنة الذي يأتي هذا العام تحت شعار تنقيب تجريد تحليل وذلك بحضور معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار إلى جانب العديد من الشخصيات والمهتمين بالفكر والشأن الثقافي جانب تاء الشباب ينطلق هذا العام في نسخته الثامنة بحلة جديدة يلفها الإبداع من جهة والبعض الثقافي من جهة أخرى والسواعد شبابية تعمل بكل جغف على إعداد الأنشطة التي ستستمر لقرابة الأسبوعين يتوصل خلالها التأيون مع جمهور المهرجان بمختلف الفعاليات والأنشطة المبتكرة عمل مهرجان تاء الشباب يتوافق هذا العام مع شعار هيئة البحرين للثقافة والأثار لعام 2017 أثارنا إنحكت ويقدم بمنظور شبابي عملا إبداعيا متنوعا يلخص في تأته الثلاث تنقيب تجريد تحليل فينقب عن الفكرة بصفتها لإرث الإنساني ثم يجردها من كل الصور النمطية والأفكار المسبقة وعوامل التشويش ويحللها بعد أن أصبحت نقية متجردة ويضم مهرجان تاء الشباب هذا العام سبع مبادرات وهي مبادرة كلنا نقرأ المعنية بغرس حب القراءة ويشارك فيها عدد من الأدباء وكبار المفكرين ومبادرة درايش التي تعكس ما تشغله المبادرة من تركيز على العمارة وما تحتويها من إبداع وثقافة ومبادرة حفاوة التي تحتفي بأهم القامات الفكرية في العالم وتدشن في كل عام كتابا حول شخصية ثقافية بعنوان أطياف ومبادرة تكنيك التي تستوعب الثقافة التكنولوجية والمتغيرات التقنية في غصر السرعة ومبادرة مسرح التي تواصل اشتغالها في نشر الثقافة المسرحية ومبادرة حياة التي تنطلق بفكرتها عن مقدرة الشباب على اختيار نمط حياتي أجمل وأفضل وأخيرا مبادرة هارموني التي تهتم بإحياء ثقافة الموسيقى الهادفة والتي ترتقي بالمشهد الثقافي العام تاء الشباب مهرجان يواصل تأسيسه للطاقات الشبابية المتطوعة عبر لجنتي العلاقة العامة والإعلام والتان تعملان على تدريب المشاركين فيهما من خلال ورش عمل متنوعة يقدمها عدد من الخبراء والمختصين ليكون التاء مرحلة فاصلة في حياة كل من دخل أي من أبوابه سواء إن كنت مشاركا أو جمهورا أو حتى متفرجا وهو مهرجان يعبر عنه العاملون فيه بأنه الحب الذي لا يتوقف أبدا وللقاء المزيدي من الأضواء عن مهرجان تاء الشباب في نسخته الثامنة معنا في الاستوديو العلامية عيشة شعر المنسق العام للمهرجان بنسخته الثامنة زميلة عيشة بداية نرحب بك وشكرين لك حضورك معنا في استوديو مركز الأخبار عيشة أنت الآن المنسق العام لمهرجان تاء الشباب في هذه النسخة الثامنة بلا شك صيد تاء الشباب ذاع بالأدب بالإبداع في شتى مجالاته ما الذي يميز تاء الشباب في هذه النسخة التي أنت تشرفين عليها بداية شكرت لكم هذا اللقاء و هذه الوقفة في نشرة الأخبار لتاء الشباب تحديدا وأود أن أبدأ شكر لتمكين لأننا بدعمهم نصل أو هناك خطوات قليلة تبعدنا عن افتتاح هذا المهرجان التي كما ذكرت أو كما نقول من الرابع إلى الثامن عشر من شهر فبراير وأود أن أشكر معالي شيخ مي بن ثب حمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار على دعمها المتواصل والمباشر لنا كشباب نعود لسألك أخي أحسين فيما يتعلق بما الجديد الذي يقدمه تاء الشباب نحاول دائما من خلال تاء الشباب أن نقدم ما هو جديد و دائما أمام أعينه هو الأبداع والابتكار في تاء الشباب لذلك يلاحظ جمهور التاء ومن يعرف التاء بأنه طيلة السبع سنوات السابقة يقام في فترة الصيف عادة يكون في فتراتها الأولى ما بين شهر سبعة إلى أن وصل في سنواتها الأخيرة إلى شهر سبتمبر في فترة أطلة الصيف ونحن نستهدف فيها الشباب إلى أن ارتأت اللجنة التنظيمي ككل والشباب ككل وهذا هو الجديد والأبرز في هذا العام أن ننقل هذا المهرجان إلى فترة عطلة الربيع لعدة أسباب وأذكر منها أن هذه الفترة فترة عطلة الربيع كشباب نرى أن هناك نقص في البرامج الشبابية في هذه الفترة لأن الإجازة بالنسبة للمدارس والجامعات قصيرة بالنسبة لأطلة الصيف بل تكثر في أطلة الصيف فنحاول أن نستغل هذه الفترة فترة هذا الشهر لإقامة فعالياتنا إلى جانب أن نتاء الشباب يحرص دائما أن يقيم فعالياته بالقرب من المواقع الأثرية والتاريخية التي تشرف عليها هيئة البحرين للثقافة والأثر ليكون هناك مواكبة بما يقدمه من مضمون وأيضا المكان يكون هناك فيه ترابط لذلك فعالياتنا بالأغلب تكون خارجية ففترة الأصيح في هذا الجو قد تساعد وهي تكون هي اقتراحات جمهور أكثر من اقتراحات شباب هناك الكثير من المجالات لإتاحة الفرصة للشباب بلا شك هناك هدف وراء إتاحة هذه الفرصة للشباب أكيد بلا شك ولكن هناك نقطة أود أن أذكرها وهي الأهم في ما يتعلق بالسؤال الأول وهي أن أقمنا هذا المهرجان بين عيدين أنطلقنا ودشنا المهرجان في السادس عشر من ديسمبر في فعالية منامة المنامة إطلاق رسمي إلى تزامن مع ذكرى ميثاق العمل الوطني لأننا نحاول من خلال الشباب أو نرى أنفسنا ونفخر بأننا مجتمع مصقر من المجتمع البحرين هناك خليط إلى الآن نحاول أن نحافظ عليه ومحافظين عليه كشباب فجميل أن نقدم للوطن بين عيدين الوطن طيب نتكلم عن تعزيز دور الثقافة بلا شك من يدخل تاء الشباب حسين ومن يرى اللجان العاملة في تاء الشباب وأقولها وأنا بعيدا عن تاء الشباب أقولها من رؤية خارجية فيرى أن الشباب يقوم بكل هذه الاستعدادات لوحدة من الألف إلى الياء فهذه أكبر فرصة تقدم للشباب في كافة اللجان وفي كافة الأفكار التي يطرح الشباب أن يقوم بها بنفسه من الصفر إلى أن يرى نتيجاتها خلال المهرجان فهذه أكبر دعم نقدمه للشباب من خلال التاء أنه يأتي بفكرته يأتي بمجهوده بعمله ونترك له المساحة بأن يقدمه خلال هذه الفترة إذن العالمية عشاء الشاعر المنصق العام لمهرجان تاء الشباب في نسخة الثامنة كل الشكر والتقدير ومن يتنا لكم بالتوفيق إن شاء الله بإذن الله وأود أن أذكر بأن مدرسة الهدايا الخليفية يوم غد بإذن الله افتتاح تاء الشباب هذا الصرح التعليمي الذي أكد عليه جلالة الملك بأنه ستقام في جامعة وطنية جديدة في المحرق هناك ارتباط كبير ما راح أحرق المفاجأة بالنسبة للإفتتاح ولكن ارتباط كبير بمحتوى الإفتتاح بهذا المكان نتمنى حضور الجميع ننتظركم غدا إن شاء الله شكرا